ومعانا اول حاجة موز طبعا ومعانا داني حاجة حليب ومعانا عين جمل ومعانا عين جمل ومعانا لز معانا اللز طبعا كل دول هحطوهم في الخلات اول حاجة عملا هحط الموز وبعد كده بعد ما حط الموز هحط بعد كده الحليب اقوى مسروب ممكن اعمله للناس اللي بيعابوا كمال اقسام وبالعبوا رياضة طبعا بعد ما حطيت الحليب هنحط بعد كده العين الجمل وبعد كده بعد ما حط عين الجمل هحطوا اللوز اقوى مسروب ممكن اعمله وفي نفس الوقت للناس اللي عايزة بور وعاجة طاقة يتسربوا عند وقت المغرب او مأزن او قبل السحور بساعة وبعد ما حطيت اللوز يسغلت الخلاط تابعا اقوى مسروب يديك بور بالذات في رمضان وبعد ما عملت الخلاط حطيته في الكوباية احلى واقوى مسروب وكانت تجربة حلوة شركوا في القناة وعموا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الضرز وثقرا لكم اشتركوا في القناة وعموا اشتركوا في القناة وعموا